من وحي رمضان مع الشيخ مونير رباعي من وحي رمضان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها المستمعون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكرمكم الله بالقبول وبمحبة الرسول وغفر لكم الذنوب ورفع لكم الدرجات وتجاوز عن الزلات والسيئات نواصل في هالأيام المباركات الحديث عن شهر رمضان وكذلك عن فهض لهذا الشهر العظيم وعن هذه النفحات الإلهية التي نحيا في ظلها اليوم باش نبه من سلوك خطير جدا غالبا ما يكون مرتبط بشهر رمضان السلوك هذا للأسف هو سلوك الإصراف والتبذير برشناس يتصوروا أنه شهر رمضان هو شهر تخمة وهو شهر أكل وشرب وهذه من الأشياء الخاطئة لأنه من حكمة الصيام وأنه الإنسان يقلل من الأكل والشرب حتى يستعين على طاعة الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يقول في محكم البيان في سورة الإصراف وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا كذلك ربي قال في سورة الأنعام في جزء من الآية ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الشهر هذا هو شهر قناعة وهو شهر ترشيد الإنفاق ما هوش شهر إصراف والإصراف كما تعرفوا أحبتي في الله الإصراف هو مجاوزة الحد والإصراف رهوا مشكا في الأكل والشرب عن الإصراف في الكلام اللي هو الثرثرة ويقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيلة وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ثم عن الإصراف في الفذلك أحيانا إنسان في بعض الأحيان تمزح ويكون مزاح ثقيل وهذا فيه إصراف وفيه ضرر للناس عن الإصراف في استعمال الماء والكهرباء وما أحوجنا باش رشدوا النفقات هذية لأنه كما تعرفوا أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السيدنا ومعاد وقال سأله وقال له أفل وضوء سرف وقت القاه يتوضى ويبذر في الماء قال له عليك أن تقتصد في وضوءك ولو كنت على نهر جار هذه هي سنة النبي لا بد من الاقتصاد ولا بد من الابتعاد عن الإصراف والتبذير هذا هو ديننا ديننا دين أخلاق وديننا دين سلوك يحافظ على معاملاتنا وعلى أخلاقياتنا وعلى كلامنا وكذلك على كل ما يتعلق بمواردنا هذاك عليش قلنا يجب على الإنسان أن يرشد نفقاته وأن يكون كذلك مقتصدا في استعمال الماء والكهرباء وباقي الطاقات نحن اليوم نشوف في حياتنا للأسف ونشوف من الأشياء المؤسفة جدا نشوف حجم البقايا الطعام أجلكم الله وأكرمكم بقايا الطعام التي تلقى في حاويات الفضلات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شوف يا إخواني وأخواتي شوف إحنا ديننا كما قلنا دين اعتدال ودين وسطية ورب قال لنا وكذلك جعلناكم أمة وسطة التوسط في كل شيء حتى في الأكل وحتى في الكلام وفي كل شيء هذا هو شرع من شرائع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة إحنا اليوم نشوفوا التبذير شوفوا حجم الأطعم التي تلقى يوميا هذا كله سنحاسب عليه ستقوني يا جماعة كل حبة أرز وكل حبة كسكسي وكل قطعة خبز ألقيناها في المزاب الأجلكم الله وأكرمكم سوف نحاسب عنها فما ناس محتاجة لها هذا كلش قلنا في بداية الشهر وأنه لابد من الإنفاق والجود لابد من الإنفاق والجود ولابد من تقديم العون للفقراء والمعوزين شو شوش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم مشوف هدي النبي شي علمنا باش ما نكونوش من المسرفين ومن المبذرين اللي هما أخوان الشياطين والعياذ بالله يقول أنه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن أي أنه كتخمة كتخمة الإنسان يتخيل وأنه نهار كامل صايم 14 ساعة ولا 14 ساعة ونص وقت اللي باش يحل وقت الإفطار يلزم يعوذك النقص وهذه من الأخطاء هذا الوعاء قال لنا صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه وفي رواية بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة آه الهدي النبوي اللي خليك قادر على أنك تبدأ مرتاح بعد ما تتعشى وتجم تصلي صلاتك قال فإن كان لا محالة فثولث لطعامه وثولث لشرابه وثولث لنفسه هكا علمنا النبي حتى الإنسان يكون مرتاح ويأدي واجباته أيها المستمعون الكرام الشرع الحكيم نظم أمور الناس وكل ما جاء به القرآن والسنة النبوية فيه المصلحة رب سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخباث أباح لنا التمتع بالحياة وملذاتها لكن دون إفراد أو نسيان لحقوق الله والعباد اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ولا تجعلنا من عبادك المبذرين المفسرفين اللهم اجعلنا من المقتصدين اجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مظلين اللهم اجعل في أموالنا حق معلوم للسائر والمحروم اجعلنا من الراحمين المتراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من وحي رمضان مع الشيخ من وحي رمضان من وحي رمضان